بعد الزيادة من خمسة ساغ إلى ريال من خمس قروش إلى عشرين قرشا الرغيف رحنا عشان نشوف الناس كمان ونسأل الناس ودايما أنا أحب أسمع المواطن يعني أحب المواطن كمان يقول رأيه حتى لو يعني هو شايف الموضوع بالنسبة له إيه يهمنا المواطن قد الناس وراحين المخابز ووقفين طبعا هنا اللي معاه العيش بياخد العيش من التموين من المخابز عندنا تلاتين ألف مخبز بيشتغلوا من الساعة خمسة لحد الساعة ستة مساء من الفجر لحد المغرب شغالين حضرتك تروح تاخد وعلى فكرة ممكن تاخد عيش بتاعك اللي مدة يعني يوم أو يومين أو تلاتة ممكن تاخد حاجتك تلاتة يوم بدل ما تروح كل يوم ممكن تروح مرة هذه تروح مرتين في الأسبوع تاخد العيش بتاعك كمية بتاعتك بالكامل وكميةك موجودة فرض لو خمسة أرغفة خمسة هيبوا بجنيه خمسة بجنيه وبالتالي إن احنا الكيميات موجودة ومتاحة زي ما حاجت بتشوف كده بعض الناس ليهم رأي يعني هم ليهم رأي يقولك لأ طبوا ليه والعيش طب أنا بقى العيش هو بنسبة لي أساس وعايز أقول لكم في ناس يهمها العيش أحسم التموين يعني فيه ناس يقولك أنا عايز عيشي مش عايز التموين فيه ناس عايزة كده يعني فيه ناس ترى إنه العيش بنسبة لها أهم من التموين وزي ما حاكم شايفين ما هو العيش ده لمين ده للناس اللي قدام حضرتك عيش التموين ده قدام حضرتك ده اللي الدعم أو العيش المدعوم اللي الدولة بتدعمه الرغيف ده بيتكلف مية خمسة وعشرين قرش النهاردة بيتكلف مية وخمسة يبقى النهاردة الدولة بتحمل كام مية وخمسة والمواطن بيدفع عشرين فالدولة لسه بتتحمل جنيه وخمس قرش جنيه وخمسة ساغ ما زالت الدولة بتدعم الرغيف ده بجنيه وخمس قرش اللي قدامك ده الرغيف ده بيتكلف مية خمسة وعشرين قرش جنيه وربع المواطن النهاردة هيدفع عشرين قرش منه ما زالت الدولة بتدعمه بجنيه وخمسة ساغ والدكتور فاخر فيه من شوية كان معانا فهم داخلة مطولة قال له حضراتكو بندعمه لحد كان مستمرين الدعم ده مستمرين وناس كتير بعتين لي بصراحة ببسطين جدا من مداخل الدكتور فاخر عشان شرح حاجات كتير ووضح حاجات كتير غايبة عن الناس غايبة حاجات كتير بتغيب فمهم الناس تشرح وتوضح وتبين الحقيقة فأدي العيش قدامك اهو ما زال هناك دعم لكل الغيف أدي اهو بيضرب اهو ولم يتبق لك نقاط خبز نقاط من الخبز بتاخد ميها لو انت عايز او تاخد بها سلع او فيه فارق بتقدر تستفيد به وزي ان بقول لها حضرتك اهو الدولة ما زالت تدعم مش اوقافة لا الدولة شغالة دعم دم مستمر ده ما زالت تدعم كل الغيف هنا بجنيه وخمسة سارف كل الغيف في دولة تدعم الدولة ايه؟ من فلوس كو طبعا وفلوس الناس طبعا ولكن تاني المنظومة بتدعم هذا العيش في بعض الناس لهم ارى واحنا نسمع الناس كمان يمكن يفتحولنا كمان واحنا بنتكلم على بعد كده الدعم النقدي ناس عايزة ولا لأ الدعم العين افضل ولا لأ فيه ناس ترى الدعم النقدي بالنسبة لهم لا قولك لا مش عايز انا عايز السلع انا عايز السلع مش عايز دعم النقدي فيه ناس وفيه ناس ترى يقولك لا انا عايز دعم النقدي على الاقل ليعمل حوكمة فيه هذا الامر انه يوصل انه فيه زي ما قالينا الدكتور فاخر فيه انه فيه مبلغ يمكن تجاوز 23 مليار يمكن رايحين لناس لا تستحق بنتكلم على رقم يا جماعة رقم رئيب 23 مليار دكتور فاخر قال لأرقام من شوية فأنت الرقم ده لما تاخد الرقم ده يصل المستحقين وهنا لما انت بتتكلم على 13 مليار ولا 14 ولا 15 أي رقم وفرته هنا ما وفرتهش عشان اوديه لبنده اخر لا انا وفرته هنا خدته من هنا عشان ازوده على حاجة اخرى رايحل المواطن ده برضو اعالجه علاجه على نفقة دولة اعمل تأمين صحي اعمل به ازود في منظومة الادوية ازود في تكافل الكرامة ادخل اسر جديدة ازود يعني انا ما اخدتش ده عشان اشيله لا محدش بيشيل حاجة مش عشان اخبيه لا طبعا انت خدته بتوديه المكان اخر لطريق اخر ولكن هنا بدل ما انتك تكلفة كانت دولة بتتحمل يعني 120 قرش كان بيدفع 5 سال المواطن والدولة بتتحمل 120 هتفضل الدولة النهاردة تتحمل كام 105